شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور ورئيس هيئة الدواء المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة الدواء المصرية أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لوضع رؤية شاملة تهدف إلى تطوير دور الصيدلي المصري وتعزيز مكانته كركيزة أساسية في النظام الصحي لافتا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والصناعة كما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة